نفأ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدولهم من أنباء تفيد اعتزام الحكومة تنفيذ خطط شاملة لهدم وإزالة مساجد آل البيت لصالح مشروعات استثمارية وتواصل المركز مع وزارة الأوقاف والتي نفت هذه الأنباء نفيا قاطعا مؤكدة أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تنفيذ خطط لهدم وإزالة أي مسجد من مساجد آل البيت